بعد الذي جرى اليوم في الأونسكو صار واجبا على كل مواطنة ومواطن أن يطرح السؤال الآتي هل هناك في لبنان وربما خارج لبنان من يحضر الأجواء لتطيير الانتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب الحالي بغطاء من الشعارات التي تؤكد التمسك بإجراء الاستحقاق وإذا لم يكن تطيير العملية الديمقراطية المنتظرة هو الهدف من كل ما حصل ويحصل فما الذي يبرر إذن الفتكة المستمرة بقانون الانتخاب عبر اختلاق الإشكاليات اللوجستية والقانونية التي توجت اليوم بمخالفة فاضحة للدستور لماذا الإصرار على تقريب الموعد والتلاعب بالمهل وسحب حق المغتربين في الاختيار بين التصويت لستة نواب في الخارج أو في دوائرهم على أرض لبنان عاد عن التهرب من الميجا سنتر والبطاقة الممغنطة لماذا كل هذا التخبيص طالما إبقاء القانون الذي أقر بالإجماع عام 2017 على حاله كفيل بإجراء العملية في موعدها من دون عوائق تذكر في انتظار الجواب الذي بات معروفا لدى غالبية الناس يمكن القول باختصار إن ما جرى اليوم في الأونسكو هو اعتداء صارخ وغير مسبوق على الدستور وانتهاك وقح للمثاق والمناصفة والشراكة واستهداف للعيش المشترك بين اللبنانيين وقنص مفضوح لصلاحيات رئاسة الجمهورية بالتكافل والتضامن بين عدد من كتل التحالف الرباعي المعروف مع الملحقات ومنها من اعتاد المتجرة السياسية والإعلامية بالرموز الدينية في مقابل التفريط بالحقوق الميثاقية ضمن مسار قد يكون بدأ في الطائف لكنه لم ينتهي مع إسقاط قانون اللقاء الأرثوذكسي فقصة هؤلاء مع الحقوق الميثاقية لا تنقصها الأدلة والشواهد والإثباتات التي صار جميع اللبنانيين على بينة منها فهم يرونهم باستمرار يقرعون الأجراس لحشد المناصرين لكنهم يقترعون على ثياب الميثاق يرفعون الصلبان كشعرات سياسية فيما هي رموز مقدسة لكنهم يصلبون كل يوم حقوق المكون الذي ينتمون إليه هذا هو باختصار المشهد على مسرح الأونسكو اليوم مرحلة جديدة على درب جرجلة لا يريدون له أن ينتهي فهم لا يدرون ما يفعلون أو ربما يدرون لكن يفوتهم باستمرار أن مصير أحدا للصين هو إياه في كل زمان ومكان